اشتركوا في القناة في اطار المتابعة المستمرة من قبل العهل المغربية لتطور الجائحة والاجراءات المتخدة في اطار مكافحة انتشارها وحماية الارواح والصحة المواطنين وخلال هذا الاجتماع واستنادا الى رأي الذي قدمته اللجنة العلمية المتخصصة التي اكدت ان حملة التلقيح هي استجابة حقيقية لانهاء المرحلة الحادة من الجائحة اعطى الملك توجيهاته السامية لاطلاق عملية تطعيم واسعة النطاق ضد كوفيد 19 في الاسابيع المقبلة وتهدف هذه العملية الوطنية ذات النطاق غير المسبوق الى تطعيم المواطنين بلقاح كوسيلة مناسبة للتحصين ضد الفيروس والسيطر على انتشاره بناء على نتائج الدراسات السريرية التي تم فيها اثباث سلامة وفعالية ومناعة اللقاح نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاح